بسم الله الرحمن الرحيم للعالمين فبلغ رسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد صلوات الله وسلامه عليه ورضانه جل وعلا على أصحاب محمد وليك الذين آمنوا به وهجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده اللهم ارضى عنهم وأرضهم ووفقنا لحسن متابعتهم يدى جلاله الإكرام وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس الذي ترون فقط بل هناك مفلس يظل أنه غير مفلس يتصدق يصلي يعملون كثيرا من المشروعات لكنه لا يتحاشى الولوغة في أعراض الآخرين والوقوع في أحوالهم وجهد بعض حقوقهم أو أكل شيئ من أموالهم أو الغش والخديعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فلتحصيها المسلم في هذه الأيام فهي فرص كريمة تستطيع إذا أنعمت التفكير وحرصت في التصور أحوالك وجديت في التفقد علاقاتك بالآخرين هل أنت إذا ضمك مجلس من المجالس وخاذ الناس بالقيل والقال والأعراض والغيبة والنميمة وفحش القول هل أنت تكون معهم أقل الأحوال تضحك لما يعجبك من تندراتهم أم أنك تغضب لله إن لم تستطع أن تسكتهم غادرت مجلسهم فانظر في ذلك ثم اجتهد إذا كانت حصلت منك مغالطات ألم تعلم أن الجهاد في سبيل الله أن القتال في سبيل الله إذا قتل الواحد في سبيل الله مجاهدا يريد أن تكون كلمة الله هي العليا لا تكفر عنه حقوق الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قد مر على أسماعنا ذلك الرجل الذي قال لها أرأيت إن أنا قاتلت بسبيل الله مقبلا غير مدبر حتى قتلت أتكفر عني خطاياي فقال له نعم فلما ول الرجل ناداه وقال كيف قلت فأعاده قال نعم إلا الدين إلا حقوق الآخرين حقوق الآخرين لا بد من أن تقتضى قد يغفر الله للعبد إذا كانت حسناته كثيرة وسيئاته دون ذلك ويكون الصلاح هو الأعم الأغلب ويتقله ويكثر من الاستغفار والتوبة قد يعفو الله عنه كما قال جل من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ليس يغفر ما دون ذلك كله وإنما يغفره لمن يشاء فهذه الأيام يا عباد الله تستدعي منا جميعا أن يكون الإنسان قادرا على صون نفسه حافظا للسانه إن بدرت منه بادرة أو زل منه كلام في اللسان بادرة إلى التوبة والاستغفار وإن كانت واقعة في عرض أحد استحله واستباحه لعله أن يعفو عنه والناس في هذه الأيام يكثر منهم التسامح والعفو فإذا أخطأت على أحد فأخبره أنك غلطت وأخطأت عليه واطلب منه أن يعفو عنك والله جل وعلا يقول وأن تعفو أقرب إلى آخرة فالعفو مطلوب من المؤمن لكن على المؤمن أيضا أن يحرص على حفظ نفسه وصيانتها وتفقدها والإكثار من الأعمال الصالحة التي لا تجهد الواحد فإن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير مكسب عظيم ولا يشق على الواحد وهو يؤدي عمل وهو في طريق سائر إلا غير ذلك وهو جالس أو على فراشة أو غير ذلك يكثر من ذلك حتى يحصل الذي إذن الله أن تكون حسناته أكثر شمولا وأوسع دائرة فأعسى الله جل وعلا أن يرحم ويتجاوذ ثم تذكر أن الفلسة مشين وأن الشخص إذا كان مفلسا لا يرتبط إليه بخير فأحرص أن لا تجسمي يجسم عليك فلس المال وفلس العمل بل مادر أن تستغفر الله من الذنوب وأن تحرص على صون لسانك وقد مر على أسماعنا أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب فانظر المسافة الطويلة والنار جهنم قارها لا حدود له فتهوي بالإنسان في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب بمجرد كلمة يقولها من سخط الله ليضحك بها الحضري الجالسينة معه أو ليظهر لهم أنه جريء أو غير ذلك فاحرص أيها المسلم أن تتعاهد نفسك دائما والله قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا من استثناه إلا ما رحم ربي فاسأل ربك أن يرحم نفسك دائما وأبدا وأن يعينك على الثبات على الحق وتفقد نفسك أيضا كلما بدلت الشيء من المعروف سأل ربك أن لا يكون مغمورا بالسيئات سأل ربك أن يكون عملك خالصا لوجه الله سأل ربك الكريم الأكرم أن يجعل عملك تبتغي به مرضاة الله فإن العمل إذا دخله ريا لم ينفع وإذا لم يدخله ريا لكن دخله مفسدات متنوعة من قيل وقال وكثرة اللمز والخيانات والنميمة وغير ذلك النميمة من أسباب عذاب القبر النميمة فإن النبي لما رأى مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة فاحذر هذه الأمور غاية الحذر فنبينا ما ينهى عن شيء إلا ولخطورة ذلك الشيء إذا ارتكم ولا يعمر بشيء إلا والخير كله يحصل بالحرص على القيام به أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا في هذه الأيام المقبلة والليالي للعمل الصالح والحرص على الإكثار من ذكر الله والحرص أيضا على مجارات الصلاوات مع الإمام في المسجد الحرام وفي كل مسجد يكون الإنسان حوله أن يصلي فيه ثم ليحرص على أن لا ينصرف قبل الإمام حتى يتم الصلاة التي يأس الناس لأدائها ثم أيضا ينبغي أن لا تغتر بقولي أن ما زاد عن 11 راكعة غير صحيح فإن الصحابة أعلم بمراد الله ومراد رسوله والنبي يقول في حديث المخرج الصحيحين الصلاة الليل مثنا مثنا وفي لفظ ليس في الصحيحين صلاة الليل والنهار يعني يسلم الواحد من كل الركعتين وإن كان يجوز أن يصلي من سبع أو من تسع يسلم لكن العناية في أداء الصلاوات مع الناس والحرص على مجاراتهم والحرص على أن لا يتفوق عليك الآخرون فإن كل ذلك من جوال بالخير بإذن الله فاحرص أيها المسلم وتفقد أحمالك وكلما هممت بأمر لا تدري ما هو وماذا يأول إليه ففكر فإن الله قد جعل لنا فيما لا إشكال فيه غنية عما فيه إشكال وقد قال الرسول الكريم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما شك فيه تجنبه وفيما لا شك فيه ساعة ولله الحمد ساعة وخير كثير فاجتهد ثم احرص على نفع الآخرين ولو بالسلام وإلقاء التحية ولو بإظهار البشر احرص أن لا تلقى أحدا من أحبابك وأنت في حال بغضاء وكراهية أو شامخا بأنفك أو مزلرا عنه فاجتهد في سلوك الطريق السوي الكريم واحرص عليه ثم واحرص أيضا على بدء من تلقاهم بالسلام لا تقول أنا أكبر أو نحن أكثر بل كل ما أمكنك أن تكون السابقة في إلقاء التحية فذلك أفضل ثم إن رد التحية واجب إذا سلم عليك أحد التسليم الشرعي ليس أن يقول صباح الخير مرحبا وأمثال ذلك فإن تحية الإسلام هي السلام عليكم وأكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاحرص عليها وكما ما رأى عليك خروج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج من بيته لا لشيء إلا يسير في الطريق ويسلم على من يمر عليهم ويرد السلام على من يمر ولما قيل له قيل له إنك لا تشتري ولا تبعي أريد نشر السلام والنبي قال في الحديث الصحيح لا تدخلون الجنة حتى تحابوا إذن لابد أن يتحاب المسلمون يصل بينهم تآلف وصدق ولا تحابوا حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحببتم قالوا بلى قال أفشوا السلام بينكم انشروه النبي أخبر أن في آخر الزمان لا يسلم الواحد إلا على من يعرفهم تجده مسلم في أرض الإسلام وأسواقها ويعبر الطريق ناهب يمر بناس جالسين أو يكون أسرع منهم فيسبقهم لا يفكر بالبدء بالسلام لكن إذا مر بمن يعرف سلم عليه هذه من علامات الساعة ولا شك أن العلاء القرب من الساعة يدل على ضعف العمل وقلة فاحرص أيها المسلم على أن تكون من المتصفين بالصفة الحميدة أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتجاوز عن تقصيرنا فيما مضى من الأيام والليالي وأن يعفو عنا وأن يوفقنا فيما بقي من الأيام والليالي أن نكون أكثر إخلاصا وأشد ثباثا وأتقى لله جل وعلا وأرغب في الخير وأبعدنا عن الشر وأن يوفقنا ربنا سبحانه على تعاهد أنفسنا ومراقبتها والنظر في هفواتها والحرص على الإكثار من التوبة وأن يخزز جل وعلا كل من يريد المسلمين بشر عاجل غير عاجل كما أسأله سبحانه أن يفرج قربات المكروبين ويشفي مرضى المسلمين ويقضي الدينة عن المدينة من المسلمين ويفك أسرع كل مأسور من المسلمين وأن يرينا في من يريدون بالإسلام شرا وبالمسلمين ضر أن يرينا فيهم آثار نقمته وشديد مطأته ونزول البلايا المتتلاحقة بهم إنه جل وعلا القادر عليه كما نسأله جل وعلا أن يعاجل بالفرج أهل الشام وينصرهم على الدولة النجسة النصيرية الخبيثة ويوفقهم للتوبة من الذنوب وإخلاص العمل لوجه الله والاجتماع للحق والهدى وأن يحقق ذلك لأهل السنة في العراق وفي كل مكان وأن يخضل أعداء الإسلام في كل مكان وأن يرينا في الصفويين الرافضة ومن يمدونه أو يصانعهم ويمد معهم أن يرينا فيهم العجائب من النقمة والبطش والعذاب كما أسأله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن في الخروج من محنتهم والانتصار على عدوهم الرافضي الذي يمده أن الصفويون بما حصل سابقا وبما يريدون الله منه الآن فنسأل الله أن ينصر أهل الحق في اليمن على أهل الباطل وأن ينصر كل من ينصرهم على ذلك الباطل كما نسأله جل وعلا أن يجعلهم خائفين لله وأن يوفقنا جميعا للخير بالسداد كما أسأله لبلادنا المملكة أن يحفظ الله عليها أمنها على دينها ودنياها وأن يوفق من تولى أمرها لكل خير ويصد عنهم كل شر وأن يجعلهم موفقا للأعمال الصالحة وأن يعز به الحق وأهله وأن يذل به الباطل وأهله وأن يقمع به الفتن وأن يحفظ للأمة أخلاقها وعقيدتها في هذه البلاد وأن يكون ذلك من أسباب اجتماع الأمة على الأخلاق الكريمة والعقيدة الصافية السليمة كما أسأله جل وعلا أن يتقبل من أعمالنا الماضية ويتجاوز عن تخصيرنا وأن يوفقنا للتدارك فيما ما يأتي إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَبِيرًا مَا يَبِيزًا كَبِيرًا كَبْرُولًا كَناقشينَ